هنا المتحف العلمي والتكنولوجي في كندا هناك قطعة ثمينة جدا في هذا المتحف هذه القطعة قطعة مرصعة بالألماس والياقوت الأزرق هذه القطعة في المتحف الكندي للعلم والتكنولوجيا من المملكة العربية السعودية دايموند و سبهاير جورلي سيت 2010 طقم من الألماس والياقوت الأزرق من المملكة العربية السعودية قصة هذه القطعة النادرة والثمينة عن رئيس وزراء الكندي ستيفن هاربر الأسبق زار المملكة العربية السعودية في عام 2010 وكانت زوجته لورين هاربر لورين هاربر بصحبته في تلك الزيارة للمملكة ومنحت هذه الهدية الثمينة جدا لها يا قوة أزرق نادر جدا وألماس الآن لم يعد ستيفن هاربر هو رئيس الوزراء انتهت مدتهم فعادت هذه القطعة النادرة والثمينة ملكا للشعب الكندي لم تعد ملكا لورين هاربر التي زارت المملكة العربية السعودية مع زوجها ستيفن هاربر عام 2010 لا تقدر بثمن